شكلت الطريقة التي اعتمدتها يوبيسوفت في إنتاج لعبة الفيديو الجديدة ماريو بلاس رابيتس باركس أوف هوب نموذجا على عولمة هذه الصناعة إذ استعانت الشركة الفرنسية بشبكة من استوديوهات تتوزع على مختلف أنحاء العالم وتجمع ماريو بلاس رابيتس باركس أوف هوب عالم سباك ناينتندو الشهير ماريو مع عالم الأرانب المجنونة رابيتس وعمل أكثر من 300 شخص على هذه اللعبة وتولى استوديوهان أحدهما في مدينة ميلانوالإيطالية والثاني في باريس الدور الرئيسي في عملية تصميمهما كان من المهم بالنسبة لنا أن لا يكون عالم رابيتس في جانب وعالم ماريو في الجانب الآخر أي أن يكون لدينا عالمان في لعبة واحدة بل أردنا إنشاء عالم جديد يضم كليهما لقد عملنا حقا على هذا الدمج وما يعنيه ما الذي سنأخذه من ماريو؟ ما الذي نحبه ونريد أن نراه؟ وما الذي سنتركه من رابيتس؟ كان اتخاذ الخيارات وتصميم عالم منطقي مهمة ضخمة نعمل عليها منذ ثماني سنوات وشاركت في جوانب من التصميم ثلاثة ستوديوهات أخرى داعمة في شينغدو الصينية وبونية الهندية ومومبيلية الفرنسية وتقول يوبي سوفت إنها تتعاون مع أكثر من 45 ستوديو في خمس قرات وتعمل فيها شبكة تتألف من 20 ألف موظف ينتمون إلى 90 جنسية ويتحدثون 65 لغة مختلفة ترجمة نانسي قنقر